السلام عليكم صباحكم سعيد معنا أختنا العزيز علينا شروق أجرناها العملية قبل سنة سنة شروق سنة إلى ثلاث أسابيع سنة إلى ثلاث أسابيع في ذاك الوقت أختنا شروق لما أجد وزنها ما شاء الله 135 كيلو تبارك الله ربنا يحميها وتمت الاستشارة هنا في هذا المكتب وشرحناها عن عملية التكميل تفاصيل العملية وتبعاتها وأنها عملية تساعد سنة المفرطة إلى السعادة المفرطة أجدنا سنة المفرطة وليوم من قابلكم بعد سنة إلى ثلاث أسابيع مع أختنا شروق ونسمع منها هل وصلت إلى السعادة المفرطة اللي كان وعلي فيها دكتور محمد الزيتاوي أو لا فنقمننا كيف تجربتك بعملية التكميل وحياك الله يشروك بسم الله الرحمن الرحيم بفضل أولا وآخرا بفضل مركز الدكتور محمد الزيتاوي الدكتور محمد الزيتاوي والكالي الكامل وصلنا للسعادة المفرطة الحمد الله تعالى لأنك كانت صيدة لي ضغط كوليترول سكري مدربول الحمد الله تعالى حالياً نعم نعم قمة السعادة لا تتعب لا تتغلب بالنفس لا تشعر بأذام بالمفاصل أو بمنطقة بسبب السجنود أولاً وزنك الآن 78 كيلو ما شاء الله نعم 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 إنسان ثاني راح من شهور نعم هذا كان حمل زائد وليس صحة كان حمل زائد على طهرك المزيدة وفضلنا تقريباً بشكل مثالي دائما يسأل الدكتور أن أصل إلى المثال فأنت أحد المثال الذي اتزم بالتعليمات بعد العملية إصداء المثال بالتعليمات بجزء مهم للعملية نشاط مهم ورياضة حياتها نفسيتها أحسن لتنظر الحياة بنظرة أخرى ثميات القليلة المتكررة من الأكل والواجبات حتى تذكرني الآن مقابل العملية كنا ندردش لقلها واجبة كرشات ما أكلتين قلت لي صراحا على كرشات لكن الكميات قليلة ومتكررة ومتنوعة وتشغب ماء وتتزم بالتعليمات وتعليمات أخصائية تغيير المثال وكمان تأخذ البيتامين الذي وصلنا على الهياب وننصح هذه المرطة لعمل عمليات بضمع فيتامين مدد سنتين والمتعبع زي ما تفضلت وذكرت وحياك يا الله ونحن ساعدين لوجودك معنا كيف الأهل والطفلة والأولاد والعائلة يشعرون مع شبك بعد هذه العملية يقول لي ريتا وريتا وأختي الكورميمي وكثير نحيفة فما أحد أتخير أنه قدامه يقول لي ريتا يقول لي ريتا ومحافي الحمد للتعالى يقول لي بقيمة السر بقيمة الرضاء من نفسي الحمد لله خلصت من كل الأمر وليس شيئا وليس شيئا فالقلان العصبي كثيراً. نحن نقول أن العملية ساعد على أن تريح الجهاز الهضمي ضمن القنى العصبي. أنه تخف ألم. كم عمر تشهر؟ 39 سنة. نعم شهر الله تبارك الله. هي الآن ب39 سنة كانت تعاني قبل 38 سنة من الضغط والسكر. يبساني واحدة اختلفت كل المعاين. قالوا شمبروك بملك دوان الصح والعالم. شكراً لكم.